مستر أجوستي أعلن قيمته اللي رايح بيها البطولة العربية لازم بطولة العربية 12 لعب بس وما ينفعش استبدال أي لعب أثناء البطولة رايح بمين؟ رايح ب12 لعب هنقولهم الأمريكي مايكل تومسون وعمر عزب وإهاب أمين مايكل تومسون وعمر عزب في مركز صنع الألعاب ده دليل إن مايكل تومسون جهز طيب هنروح للجرداد إهاب أمين، أحمد مهيب، عمر زهران محمد أبو النصر، عمر الجندي الخمسة دول ما بين شوتين جارد وسمول فورورد اللي اتنين بيلعبوا في المركزين دول، خمس لعيبة يبقى اتنين صنع لعب، خمسة جاردات منهم لعيبة ينفع تلعب بوين جارد، زي إهاب أمين؟ عشان لو لقدر الله حصل إصابة في مركز ده يبقى عنده لعب من الجاردات ينفع يلعب بوين جارد هنروح لمركز أربعة، مركز أربعة عندنا أحمد حمدي وعدالة ناصر ومايكل فاكوادي، المحترف اللي جاي بطولة دي بس التلاتة بيلعبه في مركز واحد، مركز أربعة وده يدي المركز ده مهم عند مستر أجوستي لقاله ساعات المدربين يقول لك ألعب باتنين أربعة واخد تلات خمسات لأ هواخد تلات أربعات لعيبة تحت الحلقة واخد عمر طارق وسيف سمير خمسات هو عايز النوعية اللعيب الأربعية الخفيف اللي عنده مهارات اللي بيلعب تحته فوق فبان من تشكيلة الفرقة مستر أجوستي بيفكر إزاي إحنا محتاجين وقت نتكلم عن الموضوع ده ولكن واضح إن مستر أجوستي بيحب اللعيبة الخفاف اللعيبة اللي عندهم مهارات وبيتحركوا في كل اتجاه خلي بالكم عبدالله ناصر ينفعي لعب أربعة وخمسة عبدالله ناصر حليله قازمة كبيرة إن عبدالله ناصر حطه مع الأربعات بس هو ينفعي لعب أربعة وينفعي لعب خمسة ينفعي لعب جنب سيف سفير ينفعي لعب جنب عمر طارق لأن أقول لكم إن عبدالله بينفعي طلع التاتة بونت وما عنده شوطة وعنده وانا وانا يقدر يروح على البسك طيب مين مجموعتنا في البطولة العربية؟ مجموعتنا شعب حضراموت اليمني الفتح السعودي وداد بفريك الجزائري طيب أنا عايز أقول حاجة على البطولة يمكن دي أهم مجموعة ودي مجموعتنا ليه يهم منها؟ أول ما تشرينا يوم تلاتين الخميس تلاتين تسعة هيكون مع مين؟ الشعب حضراموت مع الأهلي هيكون الساعة سبعة بالليل على صالة الاتحاد سكندري في الشطبي تاني أول مباراة تلاتين سبتمبر الشعب حضراموت الأول هو اللي يلعب بلون فاني الليتو يعني لو هو شعب حضراموت بيلبس أحمر النادي لقلي غير لونه معرفش بقى هم بيلبسوا إيه هيبقى الساعة سبعة في صالة الشطبي آخر مباراة في جدول اليوم توقعاتي أنا؟ توقعاتي أنا إنه مش هتلعب سبعة ممكن تلعب تمانية لأنه بيحصل شيفتنج للموعيد إنت قابليك واحد اتنين قابليك كم ماتش واحد اتنين تلات ماتشات بتدقم الساعة واحد فخبرتي يعني ممكن الماتش ده لو في ماتش حصل في اكسر تايم لا ممكن يبتدي سبعة وبعد سبعة طيب مجموعة التحاد سكندري طب ليه بقول مجموعة التحاد سكندري لأن احنا هنرد على المجموعة دي في قبل النهائي تحاد سكندري مصر مدينة البليدة الجزائر المناء اليمن اليمن اتحاد الفتح المغرب من سنين طويلة الحقيقة أنا ما شفتش بطولة عربية بالعدد ده يعني بنتكلم في خمسة اربعة وخمسة تسعة تسعة واربعة تلاتاشر تلاتاشر وخمسة تمنتاشر فرقة مشاركين في طولة عربية أنا ما شوقوا على فكرة فيه 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 نادي وفيه اندية منهم مصرين كتير مسكنة ونعمل وهنتكلم في الكلام ده وهنقول فيه اندية جات بدري يعني نادي الوقرة القطري موجود في مصر بقال له فترة ولعب ماتشات كتير وعمل ماتشات ودية كان اخر وماتش في مجمع الدكتور حسن مصطفى مصر مليانة صلاة مغطاة مليانة بنية تحتية قوية جدا اي فريق يقدر يجي يعمل معسكر في مصر انا عايز اقول لكم ان بطولة زي دي هتوصل للاشقاء العرب مصر وصلت فيه مصر دلوقتي السياحة الرياضية وبنقول ونعيد ومحتاج حلقات نتكلم في السياحة الرياضية ان كنا احنا زمان بنحتاج نطلع نعمل كمبات في سربيا وكمبات في اسبانيا عشان بيبقى فيه مجمع رياضي وجمبه اوتيل وملاعب وقدر اعمل فرق انت عندك فرق كتير جدا انت قد تلعبها في كل الالعاب عندك مجمعات وخاصة بعد ابتتاح المدينة الاولمبية في العاصمة الادرية شفنا مجمعات سباحة ووصالات مغطاة هيبقى الدنيا غير خالص السياحة الرياضية انا بقول لكم هتشهد طفرة كبيرة جدا هتلاقي هتسمع عن منتخب دولة شقيق موجود بيعمل معسكرات منتخب مش عارف مين بيعمل هنا معسكرات الدنيا بتروح في حتة تانية الدولة المصرية بتقفز قفاصات كبيرة في كل المجالات حتى في الرياضة حتى في الرياضة وتمنى ان شاء الله من رؤساء الاتحادات والمسؤولين عن الرياضة في مصر يقفزوا بنفس القفاصات دي لان الحقيقة محتاجين على المستوى 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 الفني مش الانشاء المستوى الفني نواكب هذه التفرة الكبيرة اللي بتحصل في الرياضة